ادى نحو مليوني مسلم ركن الحج الأعظم اليوم بالوقوف على صعيد عرفة في مكة المكرمة وسط إجراءة مشددة من قبل وزارتي الصحة والحج السعوديتين الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية أجبرت الكثير من الحجاج ليلة الأمس على الاحتماء بالخيام وأدت إلى صعوبة في الحركة وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قال لوكالة رويترز إن السلطات تستعد منذ أشهر لضمان سلامة الحجاج من خلال أكثر من 30 ألف موظف صحي يعملون في 25 مستشفى تقدم خدمات طبية مجانية بما في ذلك العمليات المعقدة لو كان هناك أي شك في أي شخص أو أي أثار تدل على إصابته بأي شيء معين أو إذا وجدنا بعض التحصينات لم تعمل هذا الشخص يؤخذ أول شيء إذا كان التحصينات ناقصة يستكمل التحصينات إذا كان لديه أي إعراض يتم مباشرة عزل الشخص والتفحص والتأكد أن هذه إعراض ليست معدية إذا ثبت أنها معدية يعزل هذا الشخص خلال فترة الحج ثم طبعا بعد أن يشفى يعود إلى بلده فنحن حريصين جدا أول شيء أن لا يأتي أحد مريض ولو كان أحد مريض نعزل هذا الشخص إلى أن يشفى بمشيئة الله ثم يعود إلى بلده بأسرية المعافعة ترجمة نانسي قنقر